الحمد لله الله أكبر ما رفع الحجاج بالتلبية الأصوات الله أكبر ما طافوا بالبيت الحرام وعظموا الحرمات الله أكبر ما تدرعوا على جبل الصفا والمروة بخارص الدعوات الله أكبر ما خرجوا إلى منا ووقفوا بعرفات الله أكبر عدد ما رموا من الجمرات الله أكبر ما غفر لهم ربهم وتحمل عنهم التبعات الله أكبر ما ذكر المسلمون ربهم في الأيام المعدودات الله أكبر ما تقربوا إلى ربهم من الأعمال الصالحات الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وأشهدوا أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أمصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأخوة بعدما حرم إبراهيم الخليل عليه السلام من الله فترة طويلة من الزمان الولد وظل يجعر إلى الله تعالى بالدعاء رزقه الله على الكبر ولده إسماعيل وما كاد إسماعيل أن يؤنسه إلا ورأى إبراهيم رؤيا من الله عز وجل أن يذبح ولده ورؤيا الأنبياء حق ووحق قال ربنا سبحانه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى أراد إبراهيم أن يخبر ولده وأن لا يبادره بالقتل بدون أن يعلم أو بالذبح بدون أن يعلم حتى يسلم الولد أمره مع أبيه إلى الله عز وجل قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وأسلما أمرهما إلى الله عز وجل فلما أسلما وتله للجبين أي أضجعه لكي يذبحه امتثالا لأمر ربه جاءت البشرى جاءت البشرى من الله عز وجل أن صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم إنه الإيمان إنها قوة الإيمان بالله عز وجل إنها قوة التضحية التي تعجز العقول عن إدراكها وهنا نتعلم عدة دروس من قصة الذبيح الدرس الأول الاستجابة إلى أمر الله عز وجل وإلى أمر رسوله قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم عبد الله اذكر الله والدرس الثاني الذي نتعلمه من قصة الذبيح حسن الظن بالله لما سيدنا إبرايب أخبر ابنه قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فكان حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولذلك إحنا كمسلمين مطالبين بحسن الظن بالله شف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه قال قبل وفاته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل وقال الله جل جلاله أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء فكن حسن الظن بربك والدرس الثالث الذي نتعلمه من قصة الذبيح أنه من المحن تأتي المنح فبعد العسر يأتي اليسر وبعد الضيق يأتي الفرج قال ربنا سبحانه فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولن يغلم عسر يسرين والدرس الرابع الذي نتعلمه كذلك أيها الإخوة من قصة الذبيح حسن التأدب مع الوالدين فها هو إسماعيل كما ترى يقول لأبته يا أبت فعل ما تؤمر وكما تدين تدان فإن إبراهيم عليه السلام كان ألد أعدائه وألد خصوم دعوته إبراهيم ولده إبراهيم والده ومع ذلك كان يعامله بكل احترام وبكل توقير قال ربنا سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه يا أبتي وكلمة يا أبتي دي كلمة كلها احترام وتبجيل يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وزاد من الحلم والشفقة عليه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ومع ذلك جاءت الفضاضة والغنظة من أبيه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا فكان الأدب الجم من الخليل إبراهيم مع والده قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية أيها الإخوة ونحن في هذا اليوم عيد الأطحى المبارك يأتي عقب طاعة لله عز وجل يأتي عقب العشر العول من ذي الحجة وعقب يوم عرفة كما أن عيد الفطر جاء بعد صوم شهر رمضان فالمسلم يداوم على طاعة ربه وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الأعمال أدومها إلى الله وإنقل أدعو الله وأنتم مقرنون بالإجابة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة إن يومكم هذا يوم عظيم القدر عند الله عز وجل فاقدروا هذا اليوم قدره إنه أعظم أيام العام على الإطلاق فلقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله أفضل الأيام عند الله تعالى يوم النحر وهو يوم العاشر من ذي الحجة ثم يوم القر وهو يوم الحادي عشر وهناك حديث يبين أيضا أن أفضل الأيام عند الله يوم التاسع من ذي الحجة وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث فقالوا اليوم التاسع من ذي الحجة هو أفضل الأيام عند الله نظرا لكثرة ما يعتق الله فيه العبيد من النار ربنا بيعتق فيه رقاب كثيرين من النار وأما اليوم العاشر من ذي الحجة هو أعظم أيام العام أيضا عند الله نظرا لأن فيه أعمال الحج الكبرى ففي هذا اليوم ترمى الجمرات وفي هذا اليوم يحلق الحجيج رؤوسهم وفي هذا اليوم يطوفون طواف الإفاضة ففيه أعمال الحج الكبرى ولذلك هو يوم معظم عند الله ثم يليه اليوم الحادي عشر وهو يوم القر لأن الناس تقر فيه للذكر وللعبادة لله عز وجل وهذا اليوم يوم العاشر من ذي الحجة غير ما ذكرنا من الفضل هو تتمة العشر العول من ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أو فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أيها الإخوة وإن أعظم ما يتقرب به العبد إلى مولاه في هذا اليوم إهراق الدم ذبح الأضاحي وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأضاحي فقال هي سنة أبيكم إبراهيم وعن أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرالين قال رأيته صلى الله عليه وسلم وضع قدمه على صفاحهما وذبحهما بيده وسما وكبر وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للسيدة فاطمة رضي الله عنها يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سنف من ذنوبك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط يوم النحر خير عند الله تعالى من إهراق الدم وإنه ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا وإنها لتأتي بقرونها وأشعارها وأظلافها يوم القيامة أي في ميزان العبد المضحي ووقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك ويستمر الذبح ذبح الأضاحي من هذا اليوم من يوم النحر بعد صلاة العيد إلى عصر آخر أيام التشريق وهو يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة أيها الأخوة وأكثروا في هذه الأيام كذلك من ذكر الله عز وجل قال ربنا سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر الأكبر يوم العاشر من ذي الحجة وأيام من يعني أيام التشريق الثلاثة عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فتقربوا إلى الله تعالى بالأضاحي فإنها سبيل إلى التكافل المجتمعي وهي ذكرى وإحياء لذكرى نبي الله تعالى وجدنا إبراهيم عليه السلام وهي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كنوا منها وأطعموا القانع أي الذي لا يسأل والمعتر أي الذي يسأل كنوا منها وأطعموا القانع والمعتر واجعلوا هذه الأيام أيام بهجة وأيام خبور وسرور صلوا أرحامكم وبروا أبناءكم كي تبركم أبناءكم وادخلوا الحبور والسرور على أهليكم ونحن في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك الأغر نتوجه إلى ربنا عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا أن يكتب لنا حج بيته الحراب اللهم اكتب لنا جميعا حج بيتك الحراب وصلاة في مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اجعل جمعنا هذا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده معصومة ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محرومة اللهم انصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المفسدين اللهم احفظ بلدنا مصر واجعلها أمنا أمانا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين نسألك من كل خير سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونستعيد بك يا ربنا من كل شر استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكل عام وحضراتكم بخير